مرحبا فيكم حبايبي برج الحوت. خلينا نشوف طاقتنا ازا هادا الشهر كيف عاملا? اش عاملا? شو عم بنركز اه على شو عم نصرف طاقتنا? ازا لبرج الحوت. هون عم بشوفها اه نهاية يمكن اه عم تصرف اه يعني طاقتك اه لانهاء شيء قديم اه في حياتك او انهاء اه علاقة ثلاثية. عم تصرف عليها طاقة لحتى انك اه تنهيها عم بشوفها على انتصار وعلى نجاح. ان شاء الله يا رب. خلينا نشوف بشكل عام ازا لالحوت. في بداية الشهر اه رح تكون في عندك اه شوية اوها ممكن او اه عم تتعرض لاكاذيب معينة لنصب اه معين انت عم تنهي هاي العلاقة. عم تنهي هاي الطاقة ما عم يعني اه بتكون موجودة في هاي الشهر. انا عم بقول عم تنهيها. فعم بشوف اه بالعكس اه من بعد اه ما كنت اه محبوس داخل هاي الاوهام او حتى انت ممكن تكون عيشت حالك في اوهام لانه هدول الكرتين مع بعض كمان اه اوهام. عم تتذكر اه شيء قديم وطول الوقت عم بتفكر بهذا اه الشخص اه القديم. عم تترك ثلاث فرص قدامك او يعني على الاقل. عم تترك اه فرص كتير وعم بتفكر طول الوقت في هذا اه اه الشخص. شايفة سفر حلو كتير لا اه لبرج الحوت. ممكن تكون عندك سفر على خير. اه على موضوع انت حابب انك اه تعمله بتم على خير. ممكن يكون سفر عند الحبيب مسلا. اه اه او بعيدا عن الحبيب. التنتين محتملين. اه هون عم بشوف اه انهاء لعلاقة ثلاثية في نهاية الشهر ما رح تكون بداية الشهر. عم بشوفهم اه في اخر ممكن اسبوع. اه لانه ورقتين يعني علاقة ثلاثية بجنب بعد. اه الطاقات نسيت احكيها بس اه نحكي انه اه الطاقات عم بتكون هوائية بشدة. عم بتكون اه مائية. عم بتكون ترابية. عم بشوف عندك محكمة اوراق قانونية. ممكن مساءلات. ممكن اه شغلة هيكة طارقة اه دخلك اه في متاهات مؤقتة يا برج الحوت. او ادخلك في مكان انت ما كنت حابب انك اه تدخله او تطرق له. اه ممكن شايف فيه نصب اه يعني عم عم بنتصب عليك او اه عم بتخلص هاي الطاقة. اما اذا كانت موجودة من الاساس انت عم بتخلصها. اذا ما كانت موجودة فهي موجودة في بداية هاي الشهر. اه رح تضلها يعني مستمرة. لكن سرعان انت ما رح تكشف الامور وتزبط الاوضاع وتسترجع اه حقك. ولكن بعد صبر يعني بعد خلينا نقول شهر بعد اه اه فترة لانه عم بتكون شوي اه بطيئة المدة. عم بتكون صارم كتير وخاصة في العمل اه مع شخص اه هوائي ممكن يكون. بشوف كمان هذا الكرت اه كرت ممكن يكون اه حمل او ولادة. للي عندهم حمل من الاساس. و اه حمل للي ما عندهم اه حمل. فممكن يكون اه بنت. ممكن يكون بنت. اه حمل في بنت هذا الشهر. الطاقة. الطاقة مفتوحة على شهر واحد ولكن بتمط الطاقة. ممكن تمتد اكتر اه شوي. اه شايفة في رجوع لقديم. لشخص قديم كان في بناتكم شكوك كان في بناتكم اه نزاعات او اشخاص اه او علاقة ثلاثية بعد ما رح تنتهي رح يكون في سعادة معينة تعيشها اه مع الشريك رح تبعدونه وعن ما عن المحيط كله. رح تحاولوا انكم اه تبعدوا بشتى الطرق خلينا نحكي. فشايفة قدامك اه طريق اه شوي صعبة ولكن اه في بالنهاية فيه نتيجة وفيه حصاد. اكتر اشي بحزك بهذا الشهر من النصب زي الشهر الماضي لانه الحوتيين عم ينتصب عليهم من ناحية العاطفة ومن ناحية المال عم بيكونوا مستهدفين. كله انه طيبين شوي بس انا ما بشوفهم يعني اللي هو اه بشوفهم برضو اسكية يعني بنفس الوقت ما بينضحك عليهم بس الظروف بتوقعهم احيانا اه فبقولك هذا الموضوع النصب او كزا رح يدخلك في شوي مساءلات قانونية او في محاكم او في موضوع من هاي المواضيع ولكن رح يتم على خير. بشوف السفر في كرتين يعني السفر فرصة كبيرة للي حابين انهم يسافروا هذا بشكل عام. شايف انتصار على اه شخص في العمل خاصة اذا كانت طاقته نارية. ومائية كمان. خلينا نشوف لمحة اه عن الوضع العاطفي. عم بشوفك ماسك حالك بالزور يا حوت. في بقلبك حب كبير كبير كبير. ممكن القراءة تكون عكسية لانه عاطفية. اه وعامة. اه في بقلبك حب كبير كبير للشريك. الشريك برضه نفس الموضوع. ولكن التنين ماسكين حالكم بالزور. عم تعملوا كنترول على المشاعر بصعوبة. ما عم بيكون سهل الموضوع عليكم. ما بعرفش اللي صاير لهالدرجة لحتى انت كتير تكون محتار وكتير عم بشوفكم التنين محتارين. التنين عم تختاروا واكنه. يمكن في عندك انت كمان علاقة ثلاثية او هو عنده علاقة ثلاثية او الاثنين مع بعض ما بعرف. بس اه اكتر شي عم تطلع في هاي الفترة على الزكريات على الشريك عم كتير عم بتطلع على الزكريات عم بتفرج على صورك عم بيستعيد زكريات كانت موجودة بناتكم يمكن. ولكن شايفي انا في اه انتصار على العلاقة الثلاثية شايفي في التقاء ما بين القلب والعقل بنفس الوقت اه يعني من بعد هون ما كان عندك الصراع ما بين عقلك وقلبك هون لأ في اه يعني في اتحاد التنين مع بعض رح تاخد قرار اه بانه يعني الامور تتزبط بناتكم اه او الشريك اللي عم بيفكر بهاي الطريقة او انتو الاثنين مع بعض. رح يكون اذا في نهاية للحيرة رح يكون في نهاية لطرف ثالث موجود ولا الحيرة والصراع اللي كان موجود. شايفي انه الشريك رح يقدم لك اه متل ادلة متل اه شغلات اه امور اه يعني امور واضحة يوضح لك اياها يحاول يوضح لك الصورة الامور اه هذا الشي بشوفه بالاسبوع الثالث اكتر شي ممكن بالرابع يكون كمان اه او حتى من اول الشهر. فعم تتمتع بجاذبية كبيرة عم اه بيشتاء لك الحبيب بيشتاء لشكلك حتى كيف تتصرف. عم بتذكرك بكل هدول التفاصيل. عم بشوف اذا كنتوا اه منفصلين نسبة الرجوع كبيرة. لكن بالنسبة للمتزوجين عم بشوف اه في طرف عم يدخل جديد. عم بيخرب شوي من الصفاء اللي موجود في العلاقة في اه شوائب عم بتفوت على الحياة وعم ترجع تطلع ما في مشكلة ولكن يعني نكون حذرين من هاي الامور انه ما تخرب حياتنا. خاصة انه انت رح تكون عصبي شوي هذا الشهر. اه ما ما قادر تعمل كتير كنترول على مشاعرك. رح تكون ناري اكتر يا حوت مع انك مائي. اه رح تكون فيري رح هتكون شوي متسرع فبس نحذر من هاي الطاقة. اه نشوف شو تحذير هذا الشهر لبرج الحوت. برضو علاقة ثلاثية ما بعرف يا حوت لا شي كان يطلع لك. علاقة ثلاثية عم تجول في في الافق. قلنا في انتهاء للعلاقة ثلاثية ولكن ممكن تمتد لانه هذا التحذير يعني عم بشوف رقم احد عشر لخم اتناعش. فممكن تمتد الطاقة شوي لهذا الطرف الثالث. شوف مسج من الحبيب ازا كان بعيد او قريب او اه كلمة منه مسج معينة ما قادر اقولها. اه نفس الكرت اللي طلع لبرج يمكن الجوزة. اه نفس الكرت اللي بيقولك انه هو كوعد او وعد هو انه رح يحقلك الامان اللي انت بتحلم فيه. رح يحقلك الجو اللي انت بتحلم فيه في العلاقة. اه فيه عرض معين هو رح يقدم لك اياه. بس بيقولك ويت كمان ويت مي انه استناني. فيه فيه امر هو مخبيه لالك. فيه امر هو اه بده يوضح لك اياه وكأنه. هاد الحبيب عم يحبك بطريقة فصيعة. ولكن على قد ما فيه خب على قد ما فيه تحديات في علاقتكم. عم بشوف. نشوف اوراكل. لا. الحوت. هفن يحوت بكفي بكفي استرس بكفي كزا اطلع للاماكن اللي كنت اطلع عليها وتنبسط. اه ابسط حالك اه رفح عن حالك شوي اطلع من المودي اللي انت حاطت فيه حالك اليك فترة. وانا ما بلومكم يعني الظروف هي اللي كانت اه صعبة يعني مش انتو بتكوا هذا الموضوع ولكن انتو كنتو عم تعيشوا هاي المواقف اجباري يعني قدريا. فبس بيقولك هفن حاولت تخفف عن نفسك بانك تعطي حالك طاقة ايجابية. اه زي ما قلنا تطلع على اماكن بتحبها ته ته تستمتع في الحياة بكفي يعني كتير التفكير والتقص اللي بيه. فبتمنى لكم شهر سعيد حبايبي بشوفكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة